السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من توب 10 في هذه الحلقة راح اذكر لكم اغلى عشرة اجهزة العاب منزلية في التاريخ ولكن حب ان انبهكم شيء زي من تعرفين انه الدولار مع الوقت يتغير سعره يصير اغلى وارخص ففي بعض الاجهزة حتلاقيها السعر الرخيص وسلكن الدولار في وقت ذاكي قبل 20 و 30 سنة يعادل يمكن حوالي ذهين الى 6 ل 7 دولارات فحيختلف الاسعار وراح اقول لكم كم كان اول وكم ذهين يساوي الدولار في هذا الوقت في 2017 فاخرين نبدأ في المركز العاشر عندنا جهاز بلاي سيشن 1 مع شوق الملايين واللي كانت فيه العاب كثير اسطورية مثل متل جير وكراش ويب سيمان وغيرها الكثير ولكن الجهاز كان سعره في وقته نزوله في 1996 كان سعره بـ 300 دولار ما يعادل الان في 2017 بـ 500 دولار في 2005 اصلت شركة مايكروسوفت جهازها الثاني وكان باسم اكس بوكس 360 والعجيب في الجهاز ان اول اصدار له ما كان له مدخل HDMI وايضا كان يعاني من اللمبة الحمرة اللي معناها جهازك وده وكان سعره في وقت نزوله في 2005 بـ 400 دولار ما يعادل الان 505 وعندنا في المركز الثامن جهاز الاكس بوكس 1 وقبل صدوره كان له بعض الملاحظات واللي ازعجت معظم محبين الجهاز مثل قبل الاطلاق قالوا مايمديك تلعب اوفلاين ولازم تكون دائما متصل بالنت وايضا تكون الكاميرا شغالة دائما وما تقدر تبيع لعابك المستخدمة ولا تقدر تاخد من اصحابك العاب ولكن قبل الاطلاق شعلوا كل الهبل اللي قالوا وسعر وقت الاطلاق في 2013 كان بـ 500 دولار ما يعادل حاليا 530 دولار وفي مركز السابع عندنا جهاز السيق الساتر واللي كان في الجهاز معالجين ولكن كان غير ناجح الجهاز لسببين السبب الاول انه كان الجهاز غالي في 1995 نزل بـ 400 دولار وما يعادل الان 650 دولار وسواب الثاني هو انه كان وقت نزوله قريب من نزول بلاي سيشن 1 اللي هو الوحش واكيد بعد ذاك الوقت البلاي سيشن 1 كان مكوش عالسوق وفي المركز السادس عندنا جهاز بلاي سيشن 3 واللي يعتبر اغلى جهاز في تاريخ بلاي سيشن وكان سعره بـ 600 دولار في عام 2006 وما يعادل 760 دولار حاليا ويعتبر سعره جدا غالي وايضا لا ننسى انه الـ Xbox 360 نازل قبله بسنة وايضا كان اقوى وارخص منه وفي المركز الخامس عندنا جهاز الاتاري 2600 واللي يعتبر من اوال اجهزة اللعاب المنزلية ونزل في عام 1977 بسعر 200 دولار ولكن 200 دولار يعتبر جدا غالي في عام 1977 والان ما يعادل 815 دولار وفي المركز الرابع جهاز انتل فيجن احد اقدم الاجهزة مثل الاتاري وايضا غالي سعره وكان سعره وقت صدوره في 1979 بـ 300 دولار ما يعادل الان 1020 دولار وعندنا في المركز الثالث جهاز النيو جيو الجهاز العجيب لانه ممكن هذا هو الجهاز الوحيد اللي العابه اغلى من الجهاز نفسه وسعر الجهاز وقت نزوله في عام 1991 بـ 650 دولار ما يعادل حاليا 1180 دولار وبعض العابه تتراوح اسعاره ما بين 600 دولار الى بعض وقت توصل الى 2400 دولار تخيل ترى جدة كله ما امزح معكم بعض العابه يوصل الى 2000 دولار في المركز الثاني جهاز الـ PONOSONIC 3DO ومن المستحيد تلقى واحد يقول انه هذا الجهاز مفضل بالنسبة له ابدا ما تلقى لانه اولا كان الجهاز جدا غالي وسعره في ذاك الوقت كان بـ 700 دولار في عام 1993 واللي يسوي في وقتنا هذا 1200 دولار وسبب ثاني انه الجهاز كان فاشل من نواحي كثيرة وبعد عامين اوقفت الشركة انتاز الجهاز بسبب الخصائر خليهم يستاهلون ما حد قلهم يروح يبيع الجهاز بـ 700 دولار يحسبونه بلاي ستيشن وفي المركز الاول عندنا الجهاز الـ Philips CD-i واللي اعتبر الجهاز الوحيد غير نيتندو اللي ينزل عليه لعبة ماريو وزيلدا واللعبتين كانت كارثة على الجهاز وايضا كارثة على سمعة نيتندو والجهاز كان شكله قبيح يشبه جهاز الفيديو وايضا يد التحكم كان يشبه الريموت حق التلفزيون وفوق كل هذا كان الجهاز سعر بـ 700 دولار في عام 1991 وزمننا هذا يعني سعر الجهاز بـ 1270 بـ 1270 تعرف ايش تقدر تأخذ في زمننا هذا؟ تقدر تأخذلك بلاي ستيشن فور برو وايضا اكس بوكس وان اكس وايضا فوق هذا كله جهاز نيتندو سويتش يعني ثلاثة اجهزة جبارة افضل من جهاز واحد خيس وكذا نوصل لنهاية المقطع ان شاء الله عجبكم المقطع واذا اجبكم لا تنسونا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة كان معكم اخوكم امرانا حازمي واذا عندكم اي افكار لتوب 10 ولا خمس اشياء يلا تكن تكتبونا في التعليقات تعاد ونشوفكم على الف خير ومع السلامة موسيقى